موضوع بقى الأيام الستة بتاع الخلق ده بيلخبط ناس كتير لأنه أولاً لازم نوضح أنه أسلوب موسى النبي في كتابة سفر التكوين ليس أسلوب علمي لأنه لا يخاطب علماء والوحي عموماً لا يخاطب العلماء يخاطب البشر في أعلان عن الله وغارده مش بأسلوب علمي لأن العلم كل يوم بيتغير وأسلوبه بيتغير فالدقة العلمية المتناهية دي مش غرض من أغراض الكتاب المقدس عندنا بعض أباء الكنيسة خذوا موضوع الأيام الستة كأنه مش مقصودة في حرفها إنما في تعبير قاله سفر التكوين يوم ما خلق الله السماء والأرض فاعتبروا أن الخلق كله حصل في لحظة واحدة كن فيكون ومن مؤيدي الرأي ده القديس أساناسوس الرسولي وأيضاً قديس كليماندوس والعلامة أوريجينوس لكن عندنا أباء كتير شرحوا أيام الخلق الستة بالتتابع اللي ما زال يتطفق مع العلم والجيولوجيا لأنه التسلسل دا يمشي منطقي جداً مع العلم لكن موضوع كلمة يوم طبعاً اليوم هنا يعني ما اتخذش 24 ساعة لأن الشمس نفسها طلعت في اليوم الرابع إنما من المنطق أن يطلع النور في الأول وبعدين تتكون الكائنات اللي بتتكون الأرض والسماء وبعدين الكوكبين النيرين الشمس والأمر في الرابع وبعدين الخلائق الحية كلها وأخيراً في اليوم السادس الحيوانات والإنسان من مؤيدي شرح الأيام الستة بتفاصيلها القديس باسيليوس الكبير وأيضاً زهبي الفم وكمان القديس غريغوليوس اللهوتي لكن كلهم شاوروا على إنه اللي 24 ساعة بتاعت كان مساءًا وكان صباحًا هي مش مكتوبة 24 ساعة وإن يوم واحد عند الرب كألف سنة فاحتمالية إن اليوم ده يكون فترة زمنية لكن استخدام الكتاب لليوم هو استخدام لفترة زمنية مش بالضرورة يقصد بها يوم بالمعنى اللي احنا واخدين عليه في العبرية مش كده في نفس الوقت كمان بعض الأباء قالوا احتمالية الفواصل بين يوم ويوم يعني حتى لو اليوم الأول والتاني الفواصل بينهم عدة ملايين أو حتى مليار من السنين وماله ده يتفق مع حكمة الله في ترتيب خليقته بإبداعه لأن الله وحده أزلي أما الخلائق فكلها زمني بالمناسبة اللي بيسمعه مثلا عن البيك بانك دي نظرية انفجار الكون ودي أصبحت لها شعبية عند كتير من العلماء هي لا تتعارض مع شرح الكتاب للخلق تاني بنقول أن الكتاب المقدس مش بيشرح الخليقة بالأسلوب العلمي عشان يريح العلماء مش دي القضية لأنه كتاب المقدس بيعلن عن الله خالق وبيعلن عن تميز الإنسان كمخلوق مختلف عن كل الخلال لكن البيك بانك اللي هي الانفجار الكوني هم عملوها بطريقة لطيفة شوية بعض العلماء من أكتر من سبعين سنة يمكن عملوها تشبيه كده لطيف عارفين لما تبقى عندك بلونة صغيرة وحاطت عليها مثلا حتتين لبان ملزقهم وبعدين تنفخ البلونة فتلاقي إيه تباعد اللبانة دي عن اللبانة دي تنفخ البلونة أكتر تلاقي حصل تباعد فهم لقوا حاجة اسمها التمدد الكوني والأجرام دي عمالها تتباعد بشكل زمني معروف فقالوا إذا نرجعها لأصلها يبقى حسبوا بقى إيه الزمن عدة مليارات لما كان الكون كله عبارة عن زرة انفجرت وطلع منها هذا التمدد الكون الحياة الكلام ده العلماء نفسهم أكدوا هذا الانفجار الكوني لو كان ده يفسر هذا الكون ده لازم له ديزاينر لازم له مهندس شاطر جدا عشان الانفجار ده يحصل بالطريقة دي وكل الكواكب أو الأجرام السماوية كل ده يتحرك بالاتجاهات دي من غير ما تصطدم ببعضها كل لما العلماء يدرسوا فلك أكتر والفيزيو أكتر ويشوفوا المعادلات الدقيقة جدا اللي تحكم المسافات بين النجوم والأجرام السماوية يتأكدوا أن القصة فيش كمبيوتر يقدر يعملها أبدا من عظمتها إذن البيك بانج عمره ما قال ما فيش ربا ما فيش حاجة اسمها كتر حتى الانفجار الكوني ما لغاش أبدا وجود الخالق لدرجة واحد من العلماء قال لو البيك بانج كان صح البيك بانج لازم له بيك بانجر بيك بانجر يعني المفجر الأول لهذا الكون إحنا نزعى بالقضايا العلمية ندعى العلماء في تخصصاتهم إحنا مش علماء إحنا عندنا القعدة في البدء خلق الله السماوة والأرض